طلاب الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم درسا جديدا من دروس العلوم بعنوان النمو والتغير عند الإنسان الجزء الثاني وأول ما نبدأ به التعرف على أهداف الدرس ففي نهاية هذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أن تكون قادرا على أن تتعرف على أعضاء التكاثر عند الإنسان وأن تذكر وظيفة أهم الأعضاء في جهاز التناسلي الذكري والجهاز التناسلي الأنثوي وتذكر عزيز الطالب أننا درسنا في درس سابق أن البلوغ مرحلة عمرية تحدث فيها تغيرات جسدية تظهر على كل من الذكر والأنثى في سن المراهقة وأن هناك صفات ثانوية تظهر لدى الذكر وهي خشونة الصوت وزيادة حجم العضلات وظهور الشعر في الوجه وصدر وأن هناك صفات ثانوية أيضا تظهر لدى الأنتى في مرحلة البلوغ وهي نعومة الصوت وقلة حجم العضلات وظهور الشعر في بعض الأماكن على الجسم وربما تتساءل عزيز الطالب ما هو التكاثر وما هي أعضاء التكاثر عند الإنسان التكاثر عزيز الطالب مقدرة الفرد على إنتاج أفراد جديدة ويختص بذلك الجهاز التناسلي عند كل من الذكر والأنثى والسؤال الآن هل يختلف تركيب الجهاز التناسلي الذكري عن الجهاز التناسلي الأنثوي الإجابة عزيز الطالب نعم تابع معنا لنتعرف على هذا الاختلاف ونبدأ أولا بالجهاز التناسلي الذكري حيث يتكون الجهاز التناسلي الذكري من أعضاء خارجية وأعضاء داخلية وأهم الأعضاء الخارجية هي الخصيتين التي تقومان بإنتاج الحيوانات المنوية والحيوان المنوي عزيز الطالب يتكون من الرأس وهو الذي يحوي المادة الوراثية التي تحمل الصفات من الآباء إلى الأبناء ويتكون أيضا من الذيل الذي يساعده على الحركة كما تشاهد في هذه الصورة والآن عزيز الطالب افتح كتاب العلوم على صفحة سبعين سنجيب سويا عن السؤال الرابع اختر الإجابة الصحيحة سأنتظرك قليلا كي تفتح الكتاب والآن سأقرأ السؤال أحد الأعضاء الآتية يعد من الجهاز التناسلي الذكري هل هو المبيض؟ أم الرحم؟ أم البويضة؟ أم الخصية؟ قم بإيقاف الفيديو عزيز الطالب وأجب عن السؤال بنفسك أحسنت بارك الله فيك والآن قارن إجابتك بالإجابة التي سأعرضها أحد الأعضاء الآتية يعد من الجهاز التناسلي الذكري الإجابة هي الخصية أحسنت بارك الله فيك ونبقى في السؤال الرابع عزيز الطالب ينقل الذكر المادة الوراثية إلى أبنائه بواسطة الخصية الخصية المبيض الحيوان المنوي الرحم أي هذه الإجابات عزيز الطالب؟ هي الإجابة الصحيحة؟ قم بإيقاف الفيديو وأجب عن السؤال بنفسك أحسنت عزيز الطالب والآن قارن إجابتك بالإجابة التي سأعرضها ينقل الذكر المادة الوراثية إلى أبنائه بواسطة الحيوان المنوي بارك الله فيك إجابة صحيحة ثانياً الجهاز التناسلي الأنثوي والذي يتكون من أعضاء داخلية هي الرحم والمبيضان ووظيفة الرحم عزيز الطالب ينمو بداخله الجنين منذ تكونه حتى الولادة أما المبيضان فينتجان البويضات تنتج البويضات عزيز الطالب في المبيضان وتمتاز البويضة بعدة خصائص منها حجمها كبير نسبياً مقارنة بالحيوان المنوي كما أنها كروية الشكل وغير قادرة على الحركة بذاتها والآن ابقى عزيز الطالب في صفحة سبعين وانتقل إلى السؤال الثالث حدد وظيفة كل عضو من أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي الرحم المبيض ما وظيفة الرحم عزيز الطالب وما وظيفة المبيض هذا سؤال سهل عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو وأجب عن السؤال بنفسك أحسنت عزيز الطالب والآن قرن ما كتبت بالإجابة التي سأعرضها وظيفة الرحم ينمو الجنين بداخله منذ تكونه حتى الولادة أما المبيض فوظيفته إنتاج البويضات وصلنا عزيز الطالب إلى فقرة ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم لقد تعرفنا عزيز الطالب أن التكاثر مقدرة الفرد على إنتاج أفراد جديدة ويختص بذلك الجهاز التناسلي عند كل من الذكري والأنثى كما تعلمنا أن الجهاز التناسلي الذكري يختلف عن الجهاز التناسلي الأنثوي حيث أن الجهاز التناسلي الذكري يتكون من الخصيتين التي تقومان بإنتاج الحيوانات المنوية كما أن الجهاز التناسلي الأنثوي يتكون من المبيضان الذان يقومان بإنتاج البويضات ويتكون أيضا من الرحم الذي ينمو بداخله الجنين وصلنا الآن عزيز الطالب إلى فقرة التقويم وأطلب منك أن تفتح كتاب العلوم على صفحة سبعة وستين سنجيب سويا عن سؤال اختبر نفسك سأنتظرك كي تفتح الكتاب والآن سأقرأ السؤال قارن بين الحيوان المنوي والبويضة من حيث الحجم والقدرة على الحركة ومكان إنتاجها في هذا الجدوى العزيز الطالب سنقارن بين الحيوان المنوي والبويضة من حيث الحجم والحركة ومكان إنتاجه كل منهما فلذلك قم بإيقاف الفيديو عزيز الطالب وأجب عن السؤال بنفسك أحسنت بارك الله فيك نبدأ أولا بالحجم الحيوان المنوي حجمه صغير أما البويضة فهي كبيرة نسبيا أما الحركة فالحيوان المنوي له ذيل يساعده على الحركة أما البويضة فهي غير قادرة على الحركة بذاتها أما مكان إنتاج كل منهما فالحيوان المنوي ينتج في الخصيتين أما البويضة فتنتج في المبيضين والآن عزيز الطالب انتقل إلى سؤال التفكير الناقد في نفس الصفحة صفحة سبعة وستين يعاني البعض من عدم القدرة على الإنجاب برأيك وحسب ما درسته ما الأسباب المتوقعة لذلك قم بإيقاف الفيديو عزيز الطالب وأجب عن السؤال بنفسك واكتب الأسباب المتوقعة لذلك أحسنت عزيز الطالب والآن قارن إجابتك بالإجابة التي سأعرضها قد تكون الأسباب عزيز الطالب لذلك ضعف في حركة الحيوانات المنوية عند الذكر أو عدم إنتاج البويضات عند الأنثى وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لمتابعتك عزيز الطالب وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة